موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين حبيبنا ومصطفانا عليه أفضل الصلاة والسلام أحبة الكرام من منا لا يحب القرآن من منا لا يتلدد بقراءته ولا يسمع همس صوته من المعلوم أن القلب إذا أحب شيئا تعلق به واشتاق إليه وشغف به وانقطع عما سواه والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته واجتمع على فهمه ووعيه فيحصل بذلك التدبر المكين والفهم العميق وقراءته بغير حب كواجب فقط يكون الإقبال عليه صعبا وانقياده إليه شاقا لا يحصل إلا بمجاهدة ومغالبة وعليه فتحصيل حب القرآن من أنفع الأسباب لحصول أقوى وأعلى مستويات التدبر والإقبال على إقراءته ولا بد من تدبره والإقبال عليه فهناك بعض العلامات التي تساعدنا على حبه والإقبال عليه أولا الفرح بلقائه والجلوس معه أوقات طويلة دون الإحساس بالملل ثم الشوق إليه متابع وقعد العهد عنه وحال ببعض الموانع فالشوق إليه وتمني نقائه والتطلع إلى تصفح كلماته كثرة تلاوته ومشاورته والثقة بتوجيهاته والرجوع إليه في كل كبيرة وصغيرة طاعته أمرا ونهيا هذه بعض علامات حب القرآن وصحبته فمتى وجدت فإن حب القرآن موطن موجود ومتى ضعفت أو نقصت أو فقدت فحب القرآن مفقود وبالتالي فهو مهزور أحبة الكرام لتهجر القرآن صفحاته بيضاء فيها صفاء ونقاء وخوف ووعيد ودعاء ونداء ورجوع وإنابة وتدارك وانكسار وخضوع وتوبة وتذلل واستغفار بابه مفتوح وخيره ممنوح وعطاؤه غير مقطوع هو مائدة الرحمن ضيوفه ملائكة وعبيد كرام ما إن تقرأه حتى تشعر ببرد الكلمات نفسه روح وريحان وسكينة مطمئنان يسري في القلب لينساب بهدوء وسكينة إلى سائر مكونات الروح وثنايا النفس كيف لا وهي لغة العبد وربه كلماته إيمان مدلولاته طيب ووجدان طيب الوجدان من عرف اغترفه طريقه محدد سبيله واضح لا يخطئه مربد ولا يحيد عنه راغب هو طريق لمعرفة الله فيه تخبر الله تحصي أسماءه وصفاته وتتفكر في نعمه وآلائه تتجول فيه تجول لترى صور رحمته وقدرته وعظمته بين كلماته ستبصر الطريق وتتسلق مدارج الرجاء في الفوز بالجنة والخوف من النار أمثاله وقصصه عبر يهتدى بها وسراج وهاج لمن أراد عبور الصراط المستقيم هو الهدى للناس وبينات من الهدى كلماته سبيل لتعظيم الله لذة تعظيم الله النابع من معرفته سبحانه وتعالى ومناجاته ومناجاته هي الصلة التي لن تجد في كلماته أي صفة أو اسم أو فعل أو كلمات أو صور أو مواعب إلا بها أثر على قلبك تبصمه من حب ورغبة ورجاء ووجل تلك المشائر يجمعها رباط واحد هو لغة الكلمات هذه الكلمات هي حياة متكاملة في صلة مع الله حياة ازدهرت بها واحات نفوس الصالحين وتعلقت بها قلوب العاشقين بها تلين رطب الذكر وتشف بها العلل والأسقام فهل أنت وهل أنت ممن ضاق وعرف وممن عرف واغترف فيباغي الخير أقبل وانهل من مأدبة الله وتشبت بالحبل المتين وصاحب السفرة الكرام البررة فاقرأ وارقى فإن منزلتك عند آخر آية آخر آية تقرأها كما ذكر الحبيب الشفيع عليه أفضل الصلاة والسلام فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا واجعله اللهم الوارث منا ولا تجعل تعرنا إلا لمن ظلمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم صلي وسلم على حبيبنا ومصطفانا عليه أفضل الصلاة والسلام وأني الحمد لله رب العالمين